السلام عليكم كديري لابوسعديكم إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة مرحبا بكم فيديو جديد ونهار جديد اليوم جيد بزيب زيب زيب جيت وجبتكم معي تشوفوا هذه المنطقة اللي زوينة ورائعة وإن شاء الله غدي تعجبكم تعرفوا على المنطقة هذه البلاثة اسمي تائمينو هانتوما كما كتشوفو غزالة زوينة بزافة وطرام هذه المنطقة اللي اسميتها امينو كين واحد السوق المغطى اللي اسميته السوق المصري وكين كذلك السوق محمود باشر موهم غنساركم هاتساروا معايا ومشاء الله تعجبكم هذه المنطقة هاتساروا معايا هذه المنطقة اللي كي يجيوا لها هوات الصيد كما كتشوفو منطقة جد رائعة ونفس البلاثة تمكين المطاعم جل السمك كلهم بالقل هي السمك هاد اصحاب السمك دائما كتلقوهم في نفس المكان وبساعة طويلة بدون ملال بالعكس كيستمتعوا بالهواية ديالهم وكتلقوهم كيتواجدوه في نفس المكان في الشتاء وفي الصيف كذلك هاد السمك اما كي ياخدوه بيوتهم او كيبيعوه الاصحاب المطاعم وممكن تشريوه من عندهم كما كتشوفوه كي عمروه في السطل او كوربة كما كان قولو وطري كيشهي بزف زف زف موسيقى 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 نعم سنقربكم من الصورة أكثر ونعرفكم بإيمينونو اللي كانت في زمن الدولة البيزانطية مركز تجاري مهم جدا خاصة التجارة البحرية وبسبب البوقع ديالها بقيت محافظة على البكانة التجارية والاسم ديالها بالعربية هو الأمين والآن كتتعتبر من أهم المناطق السياحية في إسطنبول وكتستقبل أعداد هائلة من السياح يوميا لأنها طبعا في قلب مدينة إسطنبول تاريخية كذلك كيتواجد في المنطقة ميناء اللي كيستقبل آلاف المسافرين يوميا ضمن رحلات مختلفة اللي كتتعتبر واجهة مهمة والانطلاقة من القسم الأوروبي إلى القسم الأسيوي ومنها إلى مدن أخرى وكذلك اللي كتعتبر معبر مرور السفن الرحلات السياحية على مطيق البوسفور اللي كيصل بين البحر الأسود وبحر مارمارا تشبه بلاسة معروفة كذلك بواحد سفن اللي زوينة بزاف وكيطيبوا فيها صندويتشات ديال السامك وبتعمال اللي زوين بزاف تقريبا 15 لره هنتم مشوفوا معي انتما هتشوفوا معي لاتي نوريكم دوك البواخير اللي كيديرو هاد صندويتشات ديال السامك هم هادو شوفوا حتى الجيسة رائعة قدام البحر مطاعمة القوارب بسيطة كتبيع السامك بسعر متناول جميع اللي كيصيدوه من البحر الصياد اللي شفنا من قبل وكيحطوه في الأكمك اللي هو الخبز التوركي بشكل مباشر وطري ومن آل الدماء حتى الجلسة كما كتشوفوه الناس كتشد الصف على هاد البلاسة باشتخذ من عندهم السامك صراحة أقل ما نقدر نقول لكم على هاد المكان اللي هو رائع جدا جدا وكيجيب البهجة والسرور وكنصحكم انكم تزوروه موسيقى 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 عطيت البلاسة غزالة غزالة تحس براسك فعلا بحل الأجواء ديال المغرب بحل جمع الفنات قريبا بحل هكاك بحل experimenting موسيقى موسيقى بحل الان بحل الان تغير الان بحل الان ها هي الدرى كينة مشوية كينة بحلها كافة في المام سلوقة هذا داك بحل بلوت مشوية من هذا تكسور تقفو كما شفتوا معي المنظر غزار منطقة زوينة إن شاء الله إذا جيتوا أجيوا لها سأعجبكم كثيرا نضير الكمامة ونوريكم هذا المطاعة هذا الصباح لا يزال لا يزال الناس يجب عليكم الميوني هنا لكي ترى الأسعار ما هي مناسبة لكم لكي تختار المطعم شخص اللي بغيتوا تقلسوا فيه بالنسبة لها المطعم راه دايرين عشرين ليرة بالنسبة لها المطاعم كما تشوفوا كل مطاعم كما تشاهدون كل مطعم هذا الماني مطعم زوينة وراقية جسر غالطة لا يمكن أن يزور أي سائح بسبب الشكل المميز مكون من جوجل طوابق طبق تحت الجسر فيه عبارة عن مطاعم السمك أما فوق الجسر كتشوفوا صيادين السمك يتواجدون دائما كما قلت لكم قبل بساعات طويلة وهذه هي الهوية ديالهم واللي كيزيد الجمالية لهذا المكان كذلك هنا كل مطعم وكين الدكور ديالهم مختلف على مطعم آخر شوفوا هذا بحثю تكون هنا هي اسوذة غالطة ها هي زيارة انا جئة ت Gregory تقسيم ان شاء الله هل كنت أجعلنا فيديو خاص بد clamor وانكم ان يأخذون لي بجوله انا هنا فيها ترموى وانكم ان يكون هناك년ك تجزون في البارس وممسمى خلي قHow to register وننضغ الوصف كيف يدام وفي الضفة الثانية كيتواجد هاد المسجد الاسميتو مسجد الجديد ينيجامي بالتركية هادي نشوفو السوق المصري وكذلك السوق محمود باشا اللي غني عن التعريف فيه كل الحاجة غادي تحتاجوها لكم ولعائلتكم من الهدايا من الحويج من الاواني من الاشياء جد رائعة ولكن سأجدكم تشوفوها في فيديو الجاي ان شاء الله كانت من الفيديو ديال اليومين الاعجاب ديالكم ما تنسوش اللايكات باش تشجعوني كذلك الاشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد وتعليقاتكم زوينة وشكرا لكم زاف زاف على المشاهدة ومع السلامة الفيديو الجاي ان شاء الله